في حال تغريز السيارة، اتبع الإجراءات التالية قم بتعشيق فرامل الانتظار وتحريك ذراع تبديل السرعات إلى وضع الانتظار اطفئ المحرك أزل الوحل أو الثلج أو الرمال من حول الإطارات الخلفية والأمامية ضع بعض الخشب أو الأحجار أو غيرها من الأجسام تحت الإطارات الخلفية حتى تساعد على توفير قوة سحب للسيارة أعد تشغيل المحرك حرك ذراع تبديل السرعات إلى وضع القيادة D أو وضع الرجوع للخلف R ومن ثم قم بتحرير فرامل الانتظار اضغط على دواسة الوقود بحذر عندما يصعب تخليص السيارة من التغريز اضغط على زر التراكشن كونترول لإيقاف تشغيل نظام التحكم الفعال بقوة السحب تأكد من عدم وجود أي أشياء أو أشخاص أو سيارات أخرى حول السيارة عند تحريكها لتلاف الصدام السيارة بها قد تندفع السيارة فجأة للأمام أو الخلف احرص على عدم نقل ذراع تبديل السرعات أثناء ضغط دواسة الوقود تجنب دوران الإطارات في أماكنها بدون احتكاك وضغط دواسة الوقود أكثر من اللازم عند عرض رسالة التحذير من درجة حرارة سائل جهاز نقل الحركة ارفع قدمك عند واسة الوقود وانتظر إلى أن تختفي رسالة التحذير وإلا فقد يتعرض جهاز نقل الحركة إلى التلاف إذا فشلت في تحرير السيارة من التغريز حتى بعد تنفيذ هذه الإجراءات فقد يكون من الضروري قطر السيارة لتخليصها